أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 34 من إجمال 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على 12 منطقة أوكرانية وذكر سلاح الجو في بيان أن روسيا أطلقت مسيارات إيرانية من طراز شاهد على عدة الدفعات واستمر دوي صفرات الإنذار في عديد من المناطق الأوكرانية في الوسط والجنوب الشرقي والشمال بساعات ولم ترد أنباء عن أضرار أو سقوط ضحايا وينضم إلينا من كييف مراسلنا إياد استيتيا إياد ما تفاصيل هذه التطورات وأهم تفاصيل المستجدات الميدانية نعم أماني فعليا هذا هو الهجوم الخامس الذي تشنه القوات الروسية باستخدام المسيارات من نوع الشاهد 136 على العاصمة كييف تحديدا هذا الهجوم لم يقتصر فقط على كييف وإنما طال العديد من المناطق الأوكرانية وهي 12 منطقة في جنوب ووسط وغربي البلاد من بينها خاركيف وميكالايف والعاصمة كييف وأيضا كيرا فهراد وخمينينسكي طبعا هذا الهجوم قالت عنه القيادة القوات الجوية بأن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 34 مسيرة من أصل 35 كانت قد أطلقتها القوات الروسية على هذه المناطق من الأراضي الروسية وأيضا من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا الإصابات لا توجد أي إصابات وفقا لبيانات أو تصريحات مختلف الإدارات العسكرية في هذه المناطق لكن الإدارة العسكرية هنا في مقاطعة كييف كانت قد تحدثت عن أن شضايا أو حطام إحدى هذه المسيرات قد سقط على أحد المخازن التابع لإحدى الشركات التجارية هنا في محيط العاصمة كييف مما تسبب باندلاع حريق أتى على نحو 1500 متر مربع من المساحة أمام هذه في هذا المخصن لكن قوات أو فرق الإطفاء تمكنت من إخماد هذا الحريق هذا فيما تعلق بالهجوم بالمسيرات خلال الليلة الماضية وهناك مستجدات أيضا على الساحة العسكرية البيان الأركاء العامة كان قد أعلن أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد نحو 100 هجم للقوات الروسية في مختلف المناطق ومختلف المحاور في الجمهات الشرقية والجنوبية أكثر هذه المحاور اشتعالا هو محور أفديفكا الذي شهد خلال الليلة الماضية 34 هجمة للقوات الروسية في محاولة منها لتطويق هذه البلدة على مدى الأسبوع الماضي وأيضا نتحدث عن محور خرسون أيضا محور خرسون كان قد شاهد أكثر من 30 هجمة على مواقع القوات الأوكرانية في هذا المحور شكرا جزيلا لك مراسلنا من كيف ياد استيتية